السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية استرجاع الصور المحذوفة من هاتف سامسونج إذا قمت بحدفها عن طريق الخطأ سأتوجه إلى هذه الصور مثلا سأقوم بحدفها أمامكم كما تشاهدون سأقوم بحدف هذه الصور سأضغط على حدف نقل إلى سلة المحذوفات كما تشاهدون جاري نقل الصور لقد تم حدف هذه الصور أمامكم الآن لنفترض أنني قمت بحدف هذه الصور عن طريق الخطأ وأريد الآن استرجاعها لدي فرصة لاسترجاع هذه الصور وهي عن طريق الضغط على ثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ثم الضغط على سلة المحذوفات كما تشاهدون هنا توجد الصور التي قمت بحدفها للتو هنا يقول لي سيتم حدف العناصر الموجودة في سلة المحذوفات نهائيا بعد ثلاثون يوما أي أنك لديك فرصة استعادة هذه الصور التي تقوم بحدفها قبل انتهاء ثلاثون يوما من حدفها الآن سأقوم بالتعليم عليها على هذا الشكل ثم سأقوم باسترجاعها سأضغط من هنا على استعادة الاستعادة الجارية كما تشاهدون تمت استعادة الصور إذا أتينا إلى هذا الألبوم كما تشاهدون هذه هي الصور التي قمت بحدفها لقد نجحت في استعادتها فكما تعرفنا إذا قمت بحدف الصور لديك فرصة استعادتها قبل انقضاء ثلاثون يوما من حدفها وإلى هنا إذا كنت مهتم بشرحات السامسونج وجميع التطبيقات الموجودة في الهاتف وحلول جميع المشاكل التي قد توجهك فيه كل ما عليك هو الاشتراك في قناة قناتنا كيفية وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولا تبخل علينا باللايك لهذا الفيديو وإلى اللقاء